في إحاطته أمام مجلس الأمن عقب انتهاء المشاورات شكر المبعوث الأممي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على جهوده الشخصية في إنجاح المشاورات فما هي الطبيعة هذه الجهود يا ترى؟ بالنظر إلى حجم التنازلات التي قدمت للحوثيين يبدو أن تلك الجهود كانت على شكل ضغوط على الشرعية في الرياض لتقديم ما يريده اللاعبون الدوليون الكبار وبما يتسق مع ارتفاع الأصوات الضغطة مؤخرا على الرياض أبرزها الملف اليمني إلى جوار قضية جمال خاشقجي انتهت مشاورات السويد وخرجت باتفاق غير موقع اعتبره كلا الطرفين انتصارا له مسؤول التحالف احتفوا بهذه المخرجات واعتبروها نصرا على الحوثيين فرضته قوتهم على الأرض وذلك ما عجت به صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إعلام التحالف روج الاتفاق السويد وأظهره على أنه انتصار سياسي عظيم ومكسب لم يكن ليتحقق ستعود مدينة الحديدة إلى السلطات الشرعية عبر مؤسسات الدولة القائمة في مدينة الحديدة وهذا يعتبر في الجادة يقول رئيس الوفد الحكومي خالد اليماني إنهم حققوا انتصارا كبيرا بإلزام الحوثيين بالانسحاب من مدينة الحديدة ومينائها وقد بدى مناقضا نفسه حين ذكر الحاضرين في المؤتمر الصحفي ذاته بطبيعة اتفاقات الحوثيين رغم عدم ثقتنا فقد وقعنا مع الطرف الانقلابي أكثر من 75 اتفاقا منذ بدء الحرب والخلافات بيننا وبين الطرف الانقلابي والصراع الذي رفدته إيران بدعمها لهذا المشروع الانقلابي لم يقم الطرف الانقلابي بتنفيذ اتفاق واحد من الاتفاقات التي توقعت معه على الطرف الآخر يرى الحوثيون أنهم حققوا اختراقا سياسيا في المشاورات وهو ما يبدو الأقرب للواقع في ملف الحديدة على سبيل المثال يرى رئيس وفد الميليشية محمد عبد السلام أنهم سيظلون مسيطرين على المدينة والميناء ولكن بعد أن يستبدلوا الثوب المدني بالزي العسكري كما علق أحدهم ساخرا إذا كانت تصريحات المسؤولين السعوديين تعد عكاسا للضغط الدولي الذي تتعرض له المملكة جراء أزمة خاشقجي فما الذي يجبر مسؤولي الحكومة ليعتبروا هذا الاتفاق انتصارا كبيرا رغم معرفتهم بتاريخ الاتفاقات مع الحوثيين الجديد في الأمر هو القوات الأممية التي شرعتها مشاورات ستوكهول فقد صرح المبعوث الأممي أن الطرفين وافق على إشراف قوات أممية وقال إن الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت الذي سيصل الحديدة بعد أيام وافق على قيادة بعثة المراقبة الأخطر من ذلك ما يذهب إليه المبعوث الأممي والمسؤولون البريطانيون من سعي نحو سحب البساط عن القرار الأممي الفين ومائتين وستة عشر ومحاولة استصدار قرار جديد من مجلس الأمن يفرض واقعا جديدا كما يقول مراقبون تبدو العملية عبارة عن حملة تسويق للوهم ويبدو مطلوبا من الحكومة الشرعية أن تلعب دور المحلل مجددا لترتيبات جديدة تتجاوز المرجائيات الثلاث لصالح ميليشيا الحوثي هذه المرة لصالح لندن وواشنطن بالإضافة إلى الرياض وأبو ظبي التي ربما تقدمان الملف اليمني ككبش فداء إذا أما تتعرضان له من ضغوط دولية غير مسبوقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر